طيب يا جماعة يعني احنا جينا لكده يعني الفقرة هي هي هكون جدلية من الاخر يعني خلينا كده نتكلم على الارض الواقع هي اصلا بتقول ايه ليه الستات بتعتذر اكتر من الرجالة يعني هي بداية القصيدة يعني ما علينا فهو الموضوع غريب جدا فهل انتوا شايفين فعلا ان الستات ممكن تكون بتعتذر اكتر من الرجالة ولا العكس صحيح طبعا ده احنا هنعرفه من خلال مشاركتكم معنا باتصالاتكم بس يعني خلينا برضو اتكلم معاكم كده عن الموضوع يعني اللي بتكلموا فيه يعني psychological science دي مجلة يعني بتأكد ان فعلا الستات هي اللي بتعتذر اكتر من الرجالة علشان طبعا هي بيكون عندها احساس اكتر وما بتغلطش خالص ويعني والرجالة طبعا محتاجين ان هم يشتغلوا على نفسهم اكتر واكتر علشان نحاول ان احنا اه اه مين اللي مبتغلطش ده 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 الدراسة اللي بتقول مش انا لا انا بتأكد ده بيمصفك ده انا وانا بنق انا بنق للدراسة ده ليسا بقوله الدراسة ده انا بس ألقا ده يمصفك لسه الستات الستات مبتغلطش اه ايوة يعني النسبة الغلط عندها اقل طب ضحاقي قلصة وحاجة وحشة بالنسبالك ده كده كده اصلا اه دي حقيقة الستات عندها فعلاً والله عندها فكرة الاعتذار ده ومبدأ الاعتذار ده موجود ما عندهمش رفض خالص للمبدأ أو للموضوع لأن احنا بنبقى عارفين أن الاعتذار ده قوة وثقة بالنفس طبعاً فهي معروفة كده واحترام واحترام طبعاً لقدامها واحترام لنفسها لأنها طالما غلطت بتقول أنا أسفة ده ما يقللش منها ولا من قيمتها أبداً لكن اللي بينكر الاعتذار وبيحاول أنه هو يتكبر على الموضوع ده ما يبقى عنده اللي تصدقى بنفس سواء بقى ستات أو رجالة أنا مش بتكلم عنها رجالة ولا بقى سكتتني بقى سواء ستات أو رجالة دي بصراحة لا 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 أدرش عمم الكلام ده يعني ما فهوش أنه هوش تماماً هو فعلاً صح الكلام ده أنه ما فيش حد كبير على الاعتذار واللي يحس أنه هو يعني أنا ما ينفعش أعتذر عنده مشكلة كبيرة طبعاً سواء كان من رجالة أو من بناته والسيدات عادي جداً يعني لكن هم قالوا إيه عشان برضو ما نزلمش الرجالة قالوا إيه قالوا يعني الرجالة البعض منهم ممكن ليه مش بيعتذر علشان خطر هو بيشوف أو بيحس أنه هو ما عملتش شيء معين ممكن يعتذر عليه هو مش واخد باله يعني إيه هو مش قاصد هو ما اعتذرش بس هو مش واخد باله أنه هو عمل حاجة دايق بالذات هو قاله كده هل بقى الدراسة دي حقيقية لا مش حقيقية انت شايفين إيه حقيقية لا هو عتقول حقيقية لا وانا ما قلت لا مش حقيقية مش حقيقية يعني إيه يا مش فهم شوف يعني مش فهم يعني أقولك على حاجة هم بيقولوا أن الدراسة دي معمولة للرجالة أكتر أنه هم ليه مش بيعتذروا كتير علشان خطر هم مش بيحسوا أنه هم عملوا شيء غلط بس ده الموضوع بختصار مش موضوعاً مش بيحسوا برضو يعني معلش روء أغازب يعني 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 إنه هو يعني شايفين هو ما عملش أي حاجة غلط أو هو ما يشوخ باله يعني هو لو خب باله هيعتذر عادي جداً ما فيش مشكلة لأن برضو الاعتذار ده ليه علاقة كده بالرجولة والأصول وكل حاجة أو الله العظيم بس أروقه إيه رأيه إنت شايف فيه خليف فكرة بيني وبيلك النهاردة يلا إنت شايف الموضوع إيه شايف إن مين ممكن لما بيغلق بيعتذر أسرع الرجل ولا البنت أو السيد بص أنا أنا يعني عايز أقول لك الرد الحقيقي بس أنا لما قول الرد الحقيقي سود نوران هيطلع دلوقتي سود نوران هتقول لي بقى فكك بقى من رد المثالية لاай أنا مش عايزة ردود دبلوماسية خالص في الفترة مش دبلوماسية عصني حاوليك حوالتي لأي مين اللي بيعتذرأسر يلي الرجالة الرجال اللي بيعتذروا وبيصلحوا لا رجالة بتعتذر ولا رجالة بتصالح رجالة بيعتذروا وبيصلحوا وبيدادوا وبيعودوا يعني وبيصبروا يعني الصبر شوية التلاتة وبتحملوا حيات كتير جدا عادي جدا كوكب الأرض لأي أبحاث أو دراسات دور عليها هتلاقي أنه الراجل هو اللي دايما بيعمل أو بيختلق المشكلة ممكن تبقى حاجة صغيرة قد كده ويتلاقيه هو كبرها الراجل اه كبرها يا شيخ حامر ممكن تبقى ست قد تتكلم معاه وتتناقش عادي جدا وعادي طبقة صوتها مش عالية ولا حاجة يقول لها وطي صوتك وانت بتتكلم مثلا يعني يسيب الموضوع المهم ازاي ازاي يقول لها وييجي وطي صوتك وانت بتتكلم اه يقول لها كده يصغر لها كده حلوة لا حلوة اللقطة دي عجبت اه لا لا شوء أداء حلوة لا ده شوف انا بتتكلم فيهم ويطلعوني على الهواء لأ ليه اه احنا من فوق الموضوع ده دليل احنا نثبت على الهواء يا حلوة عجبتكم كم مرة كده معلينش بعد يزنوكو كم مرة كده بنثبت على الهواء اه ان الرجالة فرفوشة وان هو عادي ده على الهواء عشان انت قدام الهواء اه استنى يا فاروق انا وانت بين الفاصل عملنا ايه لحظة واحدة لما لانها قاعدة سكتة هي عملنا ايه بس بيهدو كده هي شخصيات الحقيقية مختلفة عند الوقت لا بص انا اقول لك على حاجة احنا شخصياتكم الحقيقية معايا في الشغل قير في بيوتكم قير في حياتكم الشخصية انا معرفش انت بتعمل ايه في حياتكم الشخصية او شريف بيعمل ايه شخصياتنا الطبيعية بتبان في مواقف معينة بتبان يعني بشكل واضح جدا مع بعض ومع الناس انت لو في موقف هل انت بتعتذر على طول ولا بتقعد تحور وتدور وتلف على الموضوع عشان تمرب من الموضوع والله العظيم تحت اعتذر عادي جدا لو حاس انا غلطت بعرف انا غلطت وبعتذر عادي جدا هل بتبقى واخد بالك من فكرة الغلط اللي انت غلطته ولا لازم حد يخليك تاخد بالك هل هي دراسة بتقول ان رجالة بجانبش بالهم من التفاصيل اصلا وشايفين ان الحياة سهلة وبسيطة ما بيكبروش المواضيع ولكن الستان بحكس في ادق التفاصيل عشان كده بتعتذر كتير لا هم هنا هم قصدهم هم كانوا حطين السيدات في الاول فيسرى غيرتها حطيت الرجال فاروق هي المفروض كان موضوع يا سيدي طيب ما ليلة عالتليفون يا ليلة رجعلك انا بعد ليلة يا ليلة ازايك وعملين ايه يا ليلة ازايك هم دولة